موسيقى حظيت اليوم باستقبال السيد الرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في إطار المسعى القائم على التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية والشخصية الوطنية خاصة وأنني تقلدت مقاليد حركة مجتمع السلم بعد المؤتمر الأخير كان هذا النقاش جرى في أجواء جدو إيجابية متميزة بالصراحة في تناول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بأمن واستقرار الوطن والتي لها علاقة بخدمة المواطن والتي لها علاقة بالحفاظ على بلدنا والحفاظ على وطننا من كل التحديات سواء كانت هذه التحديات الداخلية مرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بالحريات مرتبطة بالجوانب التي تساهم في استقرار الوطن وخدمة المواطن أو كانت هذه القضايا مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي لأن الوضع الإقليمي والدولي له تأثيرات على استقرار بلدنا فالجزائر تنشد أن تكون قوى محورية في الساحة الدولية الجزائر أنجزت شيء جدو مهم للقضية الفلسطينية وأنجزت العديد من الأعمال التي ساهمت في نصرة القضايا العادلة مثل قضية الصحراء الغربية وبعض القضايا التي اهتمت بها الدبلوماسيتنا نحن نحتاج في المرحلة القادمة إلى تعزيز اللحمة الوطنية وإلى تعزيز تمتين الجبهة الداخلية للوطن من أجل استشراف كل التحولات وأن نكون مستفيدين من هذه التحولات لصالح وطننا ولصالح خدمة بلدنا لصالح اقتصادنا لصالح مواطنين لصالح استقرارنا لصالح أن نكون إن شاء الله دولة دائما لها الدور حيوي في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم ككل